شايفة في رجوع الفترة دي لعلاقة من الماضي بعضكو عند البعض يعني شايفة في تواصل الفترة دي ندعي ربنا ونقول يا رب ان شاء الله شايفة كمان عند البعض في حيرة بين شخصين ممكن اكتر من شخصين بس زي ما قلت صفتك الفترة دي فيها عقلانية يعني حتى لو في حيرة او محتار او متردد في حاجة انت الفترة دي شايفة استداد تهدى واستداد بتفكر بعقلك اكتر وثبات هتقدر تاخد القرار الصح والاختيار المنتج عوامل كمان كتير نفسية هتصعدك الفترة دي كمان شايفة في تحسن في صحتك حصل بشكل تدريجي او بيحصل بشكل تدريجي بشكل عام يا برج العقرب يعني شايفك بعد مرور بعضوكو يعني بظروف صحية الفترة اللي فاتت ممكن نقول انها كانت من بداية السنة كأنك الفترة دي هيكون عندك تغيير في جواند كتير من حياتك والتغيير ده هيكون واضح يعني تغيير باين ملحول واضح عليك كمان الحيرة اللي عندك دي يا برج العرب انا شايفتها عند بعضكو في تردد ما بين إنك ترجع لحبيبك أو تبات البعض متردد يعني تذكيرك في الرجوع إنك أحياناً بتحسط ممكن إنك مشتاق لحبيبك أو مشتاق للشريك أو الشخص اللي انت منفصل عنه احيانا بتقول هبدأ من جديد بالذات انك في الفترة دي انا شايفة في حب حواليك حتى المنحصنين انا شايفة في حب حواليك او انت شايف كمان انك مرغوب من الجنس الاخ يعني انت كمان ملاحظ في نفسك ده او شايف ده حواليك لكن في حاجة دايما بتشبت للماضي ممكن يكون ده سبب تردد اللي انت بتعيشه دلوقتي اللي زهالي هنا يا برج الاقرب كمان في حاجة كمان انا شايفة انك انت اللي لازم تشتغل على العلاقة ده كمان هينطبق على المتزوجين بالذات هنا بكلم ممكن اللي يكون حصل منهم اخفاق او هو اللي جرح الطرف التاني شايفة البعض منكو تعرض لخيانة يا برج العقرب الخيانة دي كانت ممكن نسميها بمثابة انتصار ليك انا شايفة بعضكو اللي عمل كده في الشريك والبعض الشريك هو اللي عمل كده معي المهم اني شايفة ان انتو اللي اتنين بتعينو انتو اللي اتنين بتعينو من اللي حصل ده شايفة الطرف التاني محتاج يتشايفة او هو بيعيش الفترة دي حاليا شايفة كمان من المنفسدين يا برج العقرب ان انت اللي قررت البعض عند بعضكو انت قررت تبعد انهية العلاقة او ده اللي واضح للطرف التاني بس من ناحيتك انا مش شايفها يعني لسه منتهية انا مش يعني لو انت بينت ده او انت عملت كده انا مش شايفة من ناحيتك انك انت انهية العلاقة لان شايفك لسه بتفكر في الجوع بتفكر بشكل جديد للعلاقة بتفكر ازاي تكون مستقرة انت هنا اهو عايز عايز استقرار بس مش شايفك بتبذل اي مجهود شايفك اكتفيت بالبعد او انك اختفيت عن الطرف التاني وانك تعيش الحزن والاكتئاب اه وزاي ما قلنا ان الطاقة دي هتتبدل لان زاي ما قلت شايفة طاقة برج العقرب حاجة مختلفة خالط في الشهر ده اه كمان ممكن اقول ان بعضوكو الطرف التاني اه بيشوفك ازاي اه يعني هو شايفك غامض وانا شايفة انك فعلا في حاجة يا برج العقرب انت تخبيها ممكن ما تكونش حاجة مؤثرة يعني انا شايفة ان انت فعلا في حاجة انت بتخبيها عن الطرف التاني اه شايفة ان ما فيش اي كلام او تقريب لوجهات النظر ممكن ده سبب ان هو بيشوفك شايفان كمان بيشوفك انك بترفض الارتباط لو انتو لسه مش مرتبطين او بترفض الرجوع اه ويعني لو ما رفضتش بالكلام ممكن تكون تصرفاتك بتقول كده ممكن الغموض في العلاقة انك بتظهر حاجة وتبين اه وتخفي حاجة يعني في حاجة عندك مش واضحة يا برج العقرب او عند الطرف التاني اه شايفة في حالة قلق مستمر اه الغريب ان انت كمان مش مرتاح يعني انت مش بتعمل كده والحالة دي مريحات لا هي الحالة دي مش مش مريحات بس انت حابة انك تظهر كده اه انت والطرف التاني اه شايفة عند البعض فيكم اختلافات خارجية اختلافات خارجية بس مؤثرة اه لكن داخليا انتو شبه بعض جدا اه ده ممكن اللي ملغبط العلاقة ان كم بتفكروا زي بعض انت كمان يعني بايه بتفكروا زي بعض يعني انت ممكن اه اللي ملغبط العلاقة يعني اه زي ما هو بياخد قرار بحاجة ممكن تكون انت كمان بتاخد قرار بنفس الحاجة مسلا مش هكلمه غير لما هو يكلمني يكون الطرف التاني كمان بيقول لنا مش هكلمه غير لما هو يكلمني آآ لازم هو اللي يعمل كزا الاول انت كمان ممكن تكون بتقول لازم هو اللي يعمل سابعة فالحاجة دي لما تكون انتو اللي اتنين وتفكيركم زي بعض آآ بينتج عنها لغبطة وعدم وضوح وغمود وحاجات مستخبية وزي اللي احنا شوفناه في القراءة ده آآ كمان انت شايفك بتشوفه ازاي آآ انت بتشوفه آآ ممكن اقول ان انت بتشوفه مستهدر آآ او سطحي آآ ممكن تكون تشوفه يعني كل حاجة خاصة بالتفكير ممكن تكون بتشوفه تفكيره آآ بعيدة عن تفكيرك آآ ده بالنسبالك آآ ممكن يكون سبب لسكوتك او تجاهلك للعلاقة لكن السبب الحقيقي ان انتو اللي اتنين تفكيركم زي بعض انتو اللي اتنين نفسي مع الطرف ده قاعد بيتكلم او بيقول او القرارات اللي بياخدها انت كمان بتفكر زي آآ هو كمان بيشوفك ان انت يعني الحاجات الايجابية هو بيشوفك ان انت اللي بتكمله يعني احيانا بيكون مبسوط بالاختلاف او انك تكون بتعمل آآ حاجات هو ما يقدرش يعملها آآ شايفة معجد جدا بشخصيتك آآ بنسباله انت ساحر او بتمتلك آآ شخصية ساحرة آآ زي ما قلت شايفة فيه تفكير وبقوة في رجوع آآ آآ بس بعد ما تشتغلوا على العلاقة حتى للمتزوجين نفس الكلام تشتغلوا على العلاقة آآ انا مش شايفة فيه طلاق في الفترة دي مش شايفة اي طلاق ان شاء الله لكن شايفة فيه بعض عاطفي شايفة فيه ظروف قوية ضغطة عليكم انتو اللي اتنين الاحساس الغالب على العلاقة آآ شايفة آآ يعني ممكن ثني ملل آآ وهنا انتو ممكن تخلوا البعض اللي بينكو ده ممكن تخلوه ايجابي يعني بدل ما نفكر في السلبيات اللي في العلاقة نفكر ازاي نحلها يعني تكون التفكير في شكل في شكل العلاقة المفروض تكون عامل ازاي آآ او ايه هي العوامل اللي اللي بتأثر عليها تحاولوا تحلوها يعني بدل ما انتو بتعيشوا المشكلة لأ نعيش الحل بتاع بتاع المشكلة سا هنا ممكن يكون البعض نخليه ايجابي لان انا شايفة هنا البعض سلبي كل تفكير مش آآ الغرة مرتبطين برج العقرب انا شايفة فيه حب آآ يعني فيه حب يعني احتمال وجود علاقة لسه ما بقتش رسمية آآ شايفة فيها حب وشايفة فيها تفاهم بين الطرفين آآ لكن انا شايفة ان الارتباط مؤجل يعني في الوقت الحالي آآ لاني شايفة ان انت او الطرف التاني عنده يعني اللي يمنع حاليا اللي يمنع حاليا آآ اتمام الزواج او الارتباط بشكل رسمي آآ لكن انا شايفة ان الطرف اللي عنده اللي يمنع وانا بيتهيق من الطرف التاني. شايفة بيشتغل على شايفة بيشتغل على ده. على المانع ده. بيشتغل عليه لو كانت مشكلة مادية او عائلية. المهم انا شايفة بيبضل مجهود او بيشتغل عليها. اا اقول تاني للمنفسرين من برج العقرب. اا انك الفترة اللي جاية هيكون زي ما قلت فيه فيه تواصل. اا واحتمال احتمال ان يعني تغضع لاسئلة او اختبارات اا غير مباشرة يعني مش هتكون اا اا واضحة يعني الشريك حاجة الشريك هيعملها بس من غير مش حاجة هتكون واضحة يعني. اا لان شايفة في حاجة وصلته او في حاجة هو عارفها. اا المهم ان هو في حاجة عنده بقيت. في ايده هو عايز يتأكد منها او عايز يأكد لنفته حاجة. انا شايفة ان انت ممكن تخضع لحاجة زي كده في الفترة اللي جاية دي. اا لاني شايفة فيه برضو مقابلة في وقت قريب. لكن بما انك انت بما اني انا شايفك انت وتقطك كده انت اللي ابتديت تتشافة. اا وتقطك احسن في الفترة دي او تابت في قراراتك واقوى. حاول انت اللي تستوعب الشريك. لاني شايفاه اا هو لسه في هو اللي لسه بيعاني. يعني لسه بيعاني وبيعاني من امور كتير غير العاطفة. يعني فيه حاجات كتير غير العاطفة. هو بيعاني منها عنده مشاكل تانية. يعني اا فانت لازم تستوعبه ولازم الكلام اللي بتسمعه او الحاجات اللي بتستقبلها منه. اا لازم يكون فيها تفكير عميق. يعني ما تاخدش الكلام كده من من برة. لا بص للانسان اللي اللي قدامك هو بيتكلم ازاي هو ايه خلصيته? هو ايه احسيته? اا بناء على ايه بيقول الكلام اللي هو بيقوله? او الاسئلة اللي هو بيسألها. اللي هو تفكير عميق بالمعنى ده. شايفة في مرأبة من الطرفين الفترة اللي فاتت. شايفة علاقة هترجع او هتبتدي بشكل واضح مش بينكنت اللي اتنين بس يعني. لأ انتوا كمان هتشوفوا اللي حواليكو بوضوح. زي ما قلت فيه تدخلات حصلت من الناس كتير. بغرض سايق مش هقول من غير من غير ما يقصد او كان يقصد اصلاح فحصل حاجة تاني. لأ الغرض كان افتاد سعلا للعلاقة وكان الموضوع حاصل هقولكو كان عامل ازاي? آآ كان حاصل في وسط زحمة. يعني كان فيه كده حاجات كان فيه فترة كده مرت بيكو فيها كلام كتير وفيها زحمة كتير. مش زحمة ناس بس. يعني لأ زحمة زحمة في الكلام والقراء وكلمة من هنا وحد من هنا. انت والطرف التاني. مش انت بس عندك وعند الطرف التاني نفس الكلام. انتو هتبتدوا الفترة دي تاخدوا بالكم من حاجات كتير جدا. لما هتاخدوا بالكم من الحاجات دي آآ آآ هتاخدوا العلاقة لمستوى تاني. يعني هتخرجوا برا كل ده. آآ احتمال تفكيرك كمان يا برج العقرب في الفترة اللي جاية. انت تاخد الشريك وتبعد عن عن محيط سيء او هتبعدوا نفسيا. يعني ممكن تبعدوا نفسيا او معنويا. آآ يعني تبعدوا بدمحكم. يعني حتى لو ما بقتوس آآ انه كنت قلته لمكان تاني بعيد عن ده. ممكن تبعدوا بتفكيركو. يعني يعني الناس دي. كمان انا شايفة طاقة بدايات جديدة في القراءة. آآ بالذات اني شايفة بعضكم بالفعل استدى ينسى الماضي. آآ بعد ما تخزل فيه كتير. او تكون اكتشفت كذب اكتر من مرة. شايتك كذا مرة تكتشف كذب يا برج العقرب. وكأنك هنا بتقول خلاص انا فعبت. آآ ما بقاش آآ في قلبي يحب ليك. يعني كأنك بتقول كده يعني يعني حتى لو جي على بالك آآ تفكير في ماضي او في علاقة من الماضي شايفك آآ ما بقاش. يعني قلبك ما بقاش. فآ آآ انا شايفة فيه رجوع. بس انا شايفة برضو طاقة بدايات جديدة موجودة. آآ وزي ما قلت في الاول انت حواليك حبك آآ كتير. لكن ارتباط آآ رسمي في الفترة دي. انا مش شايفة في ارتباط رسمي في الفترة دي. وهنعمل آآ قراءة في الفترة القريبة اللي جاية ونشوف الصاقة تاني ان شاء الله. انتهت الكراءة. شكرا للمتابعة برج العقر. اشتركوا في القناة.